بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز الأخبار الرياضية إذن سوف يلعب نادي ماشيستر سيتي أمسية اليوم إن شاء الله مباراة أمام نادي إفارتون على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة من مرحلة الإياب للبريمارلي بطبيعة الحال المباراة سوف تكون صعبة ومهمة لنادي ماشيستر سيتي يسعى من خلالها المدرب الإسباني بيب وارديولا واللعبون كذلك لتحقيق الانتصار ومواصلة حصد النقاط خاصة بعد الفوز على شيفيلد يونايتد يوم الأحد بهدفين مقابل لا شيء إذن السيتي حاليا يحتل المركز الثالث في ترتيب البريمارليغ خلف كل من ليفربول صاحب المركز الأول وكذلك ليستر سيتي صاحب المركز الثاني أعزائي المشاهدين المباراة سوف تلعب على السادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر إذن صحيفة دوسون البريطانية أكدت أن رياض محرز سوف يكون أساسي إن شاء الله ونتمنى ذلك بفارق الصبر لأن رياض محرز قدم مباريات جدا رائعة وكان لعب حاسم صنع الفارق مع نادي منشيستر سيتي في المباريات السابقة للنادي إذن التشكيلة الأساسية للسيتي والمتوقعة بطبيعة الحال ضد إيفارتون إذن إدرسون، كانسيلو، زيتشينكو، أوتامندي، فيرناندينيو، رودري، ديبروين، غوندوغان، رياض محرز، ستيرلينغ وآكويرو إذن أذكركم مرة أخرى المباراة سوف تكون على السادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر نتمنى أن نرى رياض محرز أساسي نتمنى أن يقدم آداء رائع كما عودنا أيزائي المشاهدين أشكركم زجاج الشكر على المشاهدة ضمن فرعية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته